متابع اليوم السابق في كل مكان أهلا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة من داخل صالة تحريط اليوم السابع قررت الدكتورة نيفين الكلاني وزيرة استقافة رعاية حملة جريدة اليوم السابع لم يضيع لخفز تراث رموز مصر وأكدت أن خفز التراث الفني والأدبي والمعرفي يأتي على رأس أولويات الوزارة وشددت على حرص الوزارة على التفاعل الإيجابي مع الخمالات الإعلامية الجدة والمبادرات البنائة التي تهدف في النهاية إلى تعظيم دور مصر الثقافي وارتماية تراثها الحضارية طبعا ده جي في لقاء الدكتورة نيفين الكلاني بالشاعر وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع في لقاء ظهر اليوم وتم خلاله مناقشة ما يتعرض له تراث بعض الرموز من إهمال انتدى إلى أسماء كبيرة حفرت بصمتها في الوجدان المصري وأكدت الدكتورة نيفين الكلاني على استعداد الوزارة لعمل كل ما يمكن لإيقاف إهدار التراث المصري من جانبه قال الشاعر وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع أن لقاء اليوم بالدكتورة نيفين الكلاني اتسم بالتفاهم حول أهداف حملة اليوم السابع لن يضيع لحماية تراث ورموز نص وأنه لمس خلال اللقاء جدية الوزارة في حماية هذا التراث وتكريم أعلام مصر الرحلين والمعاصرين وأكد أنه ناقش خلال اللقاء مع دكتورة نيفين الكلاني فكرة إنشاء مشروع ثقافي كبير يحقق أهداف الحملة وأشاد السمري بالروح الإيجابية الخلقة اللي سادت هذا اللقاء ودور وسائل الإعلام المصرية الواعي في تصديد الضوء على هذه الأضياء طبعا اليوم السابع أطلق حملة لن يضيع استغلالا لحالة التفاعل الكبيرة اللي صاحبت نشر اليوم السابع موضوع انقاذ تراث سمير صبري من روبابكيا واستلهاما لتلك الروح الغيورة التي لمستها الجريدة خلال الأيام الماضية طبعا ما فيش اتنين بيختلفوا على أن الفن والثقافة والإبداع من أهم عوامل قوة مصر وشعبها طبعا بتشكل تلك القيم النبيلة رأس المال الرمزي لمصر على مر العثور طبعا مصر حاضرة في الوجدان العالمي دائما وأبدا بفضل منجزتها القدرية ومصر دائما حاضرة وحاضنة لكل ما هو جميل بفضل ميرسها الجمالي المتجدد وطبعا ده السبب الرئيسي اللي تسبب في حالة حزن كبيرة جدا على تراث فنان ما أو تختفي أثاره أو مقتنيته من الزكرة القريبة طبعا ده اللي حصل مع الفنان الراحل سمير صبري وهو طبعا لا يزال في أذكرة البعيدة في عشرات الأعمال ومئات الأسماء اللي عانت مقتنياتها من نفس المصير اللي تعرض لبعض مقتنيات الراحل سمير صبري أطلق اليوم السابع أكبر حملة للففاظ على تراث رموز مصر من فنانين ومبدعين والمثقفين ورياضيين وعلماء وأكاديميين وطبعا بيحاول اليوم السابع أنه هو يتتبع أثر هؤلاء في كل مكان ويقدر يحصل على مقتنيات هؤلاء الأعلام ورموز مصر لحفظ مقتنياتهم والوصول بيها لبر الأمان الحملة بتقدم طبعا التقدير للأحياء وتقدم التكريم للراحلين وبتقدم حتى للأجيال القادمة مهمة كبيرة جدا وهي مهمة الحفاظ على تراث رموز الفن في مصر سواء الحاليين المعاصرين أو الرحلين وده نابع عن وعي كبير بأهمية تراث الفنانين وبيعتبر شهادة على عصرهم وشهادة للتاريخ بنحاول يبقى فيه تعاون كبير جدا من خلال الحملة مع كل المهتمين بالحفاظ على التراث في مصر لأن الموضوع لابد أن يكون فيه وعي كبير جدا بيجمع كل المهتمين وكل المحبين للتراث المصري والثقافة المصرية للحفاظ على هذه المقتنيات من أجل الأجيال القادمة طبعا عشان تتعرف على جمال وتشهد على قدرات ومواهب كل هؤلاء الرموز المصرية اللي بنمكن لهم كل الاحترام والتقدير طبعا الحملة تتبنى لمشروعات وتترك كل أبواب علشان تراعي أو ترعى هذا المشروع ونوصل للنتيجة مهمة جدا وهي الوصول لمقتنيات هؤلاء الرموز الكبار ووضعها في مكان نقدر نقول أنه هو تقدير أو مكان يليق بمكانة هؤلاء النظوم أو هؤلاء الرموز الكبيرة واللي طبعا بتعتبرها الحملة رأس المال الرمزي لمصر وبتأكد على أن وسائل الإعلام في كل مكان داخل مصر على رعاية القيم المصرية الأصيلة وتخليد الرموز هؤلاء الفنانين والشخصيات العامة سواء مثقفين أو غيرهم من الفنانين والمشاهير اللي مقتنياتهم تعتبر كنز من الكنوز الموجودة داخل مصر وبرغم أن الحملة أطلقت مبارح ولكن في ردود أفعال كثيرة جدا من مثقفين وفنانين وحتى من أبناء الفنانين الراحلين اللي أبدوا استعداد تام على المشاركة في حملة اليوم السابع لن يضيع لحفظ التراث وبدروا بأنهم مستعدين جدا لتسليم المقتنيات الموجودة عندهم كإرث ثقافي وحضاري للفنان أو للفنان الراحل كنوع من المشاركة في المبادرة وده طبعا خصل مع الفنانة مجدة النهاردة ابنة الفنانة الراحلة مجدة قبدت استعدادها على تسليم مقتنيات والدتها بشرط أنه يتم حفظها في مكان يليق بقيمة الفنانة الراحلة وطبعا وريس مديحة يسري برضو قال أنه على استعداد تام بتسليم مقتنيات الفنانة الراحلة برضو شريطة أنه يتم وضع هذه المقتنيات في مكان يليق بقيمة وتاريخ الفنانة مديحة يسري حتى مجموعة كبيرة جدا من الفنانين كانوا مستعدين ويدعموا بشكل كبير لحملة ويشجعوا كل الفنانين أو أبناء الراحلين اللي عندهم تراث كبير أو مقتنيات كبيرة قيمة يجب يحفظ عليها بأنهم يشاركوا في حملة اليوم السابع لن يضيع لحفظ التراث طبعا والتي ترعاها دلوقتي وزارة أستقافها متابعينا في كل مكان بكده تكون خلصت تغطياتنا هنتابع مع حضرتكم كل نتائج الحملة وكل تفاصيل الجديدة المتعلقة بحفظ التراث من خلال حملة اليوم السابع لن يضيع خليكم معنا وتابعونا شكرا نحيب المتابعة